السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله يا شباب اليوم رح نشرح طريقة تفعيل الحافظة في ويندوز عشرة فلا تنسون دائمنا باللايك والاشتراك ويلا نبدأ الشرح طريقة تفعيل الحافظة يا شباب جدا بسيطة كل اللي تحتاجون تسوونها تروحون على قائمة ابداء وبعد كذا تروحون على خيار سيتينج من هنا تروحون على خيار السيستم وتنزلون آخر شي رح تحصلون هذا الخيار تضغطون عليه من هنا ممكن يكون مقفل عندكم هذا الخيار فتأكدون أن يكون فعال فكذا يا شباب بكل سهولة الآن فعلنا الحافظة عندنا فعشان تقدرون تستخدموا الحافظة يا شباب تضغطون على زر الويندوز مع حرف V وراح تتفعل معاكم الحافظة بهذه الطريقة فراح يظهر معاكم آخر الأشياء اللي نسختوها برضو يا شباب في ميزة جيدة في الحافظة إذا كنت تنسخون شي بشكل مكرر تقدرون تثبتونا في الحافظة بحيث أنه ما يروح تضغطون على هذه الثلاثة نقاط وبعد كي تضغطون على هذا الخيار وراح يكون موجود عندكم على طول وتقدرون تنسخونا في أي وقت فهذا كان يا شباب شرح اليوم إذا حابين تعرفون أكثر على الويندوز أو التطبيقات الأخرى اشتركوا معانا في القناة نشوفكم على خير مع السلامة